بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد النبي العربي الأمين أعزائي الطلبة الله أعطكم العافية ألتقي فيكم مجددا إلى فرق آخر من فروع القانون الدولي العام ألا وهو القانون الدولي لحقوق الإنسان فكرة القانون الدولي لحقوق الإنسان هذه المادة ستتمحور ستحاول عدد من المحاور اللي هي أول شيء نعرف ما هي مفهوم حقوق الإنسان من القانون الدولي طبعا ليش أنا بقول من القانون الدولي لأنه شيء جديد شيء جديد أصبحت تادي الموضور أن يتدخل القانون الدولي في حقوق الإنسان شيء مستجدا لم يكن موجودا في القدم ما كان هذا الشيء موجود في القدم لأنه كانت حقوق الإنسان محصورة على الدولة كانت حقوق الإنسان محصورة على الدولة داخل نظامها الوطني داخل حدودها الوطنية وبالتالي لم يكن هناك أي علاقة لكائن المنكان يعني مقصود سين هنا كائن المنكان منظمات دولية سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو دول أخرى أو حتى الأمم المتحدة لم يكن يتصور أن تتدخل في العلاقة ما بين المواطن والدولة فيما يتعلق لحقوق الإنسان فكانت هذه الفكرة أن تقوم على المحور الأساسي أن حقوق الإنسان الدولي هي الوكيل الحصري لها هي المانع والمانح بينما نقول من منظور دولي وكأنما دخل علينا شيء جديد دخل علينا شيء جديد وهو القانون الدولي العام رح نيجي إن شاء الله وفسر ما هو المقصود بالتدويل وآخرها اللام وليس التنون بتدويل حقوق الإنسان ما هو المقصود بتدويل حقوق الإنسان الشيء الثاني رح نحكي عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان طبعا فيه فرق بين الشرع الدولي والشرعي الدولي الشرع الدولي لما أقول أنا الشرع الدولي المقصود فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأحدين الدوليين هم البيل أو الركن الأساسي لحقوق الإنسان الركن الأساسي الواضح اللي بيعتمد عليه أو اللي انطلق منه تطور حقوق الإنسان على المستوى الدولي اللي هي فكرة اللي هي الشرع الدولي والشرع الدولي بالضم جزئين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الإعلان العالمي والعهدين الدوليين طبعا الإعلان العالمي مختلف في إلزامية الإعلان من هم أنقال ملزم ومن هم أنقال غير ملزم وإن شاء الله في شرح هذه المادة سأحكي لكم بالتفصيل وفي النهاية هل هو ملزم أو غير ملزم ثم جاء بعده طبعا الإعلان العالمي كان 1948 ديسمبر بعدها بال66 أجل العهدين الدوليين العهدين الدوليين بتكونوا من جزءين العهد الأول خاص بالحقوق الثقافية المدنية والاقتصاسية الحقوق المدنية والسياسية أما العهد الثاني خاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية طبعا جاءوا ال66 ودخلوا حيث التنفيذ بال76-77 بمعنى أنهم أصبحوا قابلات للتطبيق الإعلان ما كانش على شكل معاهد وإنما إعلان بينما العهدين جاءوا على شكل اتفاقية وإذا بتلاحظوا أنه في مساحة زمني من الثمانية واربعين لل66-76 يعني بدك تقول حوالي يعني 20-22 سنة بين الإعلان وما بين الأهدين هل هذا المساحة الزمنية مقصودة أم جاءت هب هزرت هيك اعتباطة لا كانت مقصودة من أجل نشر مفاهيم حقوق الإنسان على المستوى العالمي أو المستوى الدولي إن شاء الله رح نحكيها بالتفصيل طبعا أجيال حقوق الإنسان جاءت فكرة أجيال حقوق الإنسان نتيجة لتطور مفهوم الدولة مفهوم الدولة وعلاقتها مع الدول الأخرى الأمر الذي انعكس إيجابا على مفهوم حقوق الإنسان وعلاقة هذا الإنسان مع الدولة أو مع السلطة الحاكمة بين قوسين مع السلطة الحاكم علاقة حقوق الإنسان مع السلطة الحاكم هذه الأجيال اختلفت في البداية كان بس بهمنا إن الدولة تحافظ على حق الإنسان في الحياة حقه إنجاز للتعبير بأن لا يتعرض للتعذيب أو المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية والتعذيب ثم تطورنا إلى أكثر قليلاً صارنا عندنا حق في التنمية حقنا في بيئة سليمة ولا الآن عم بتشوفوا الآن عم بنغيشة في سكوتلندا عم بيجتمعوا مشان حق الإنسان في بيئة سليمة والتغير المناخي هذا الشيء بالخمسينات ما كانش متصور وجود حق الإنسان في بيئة نظيفة وما إلى ذلك لكن الإنسان حسب هرم ماسله في علم النفس يقول لك إنه الإنسان بتطور من الحاجات للرغبات من الحاجات الأساسية ثم الرغبات ثم اللي هي الهوايات أو الوازيخ آخر شيء إلى أن يصل إلى تحقيق الذات اللي بسموها self-actualization فبالتالي هذه الأجيال تطورت تم البناء عليها تم البناء على تطور مفهوم الدولة ومفهوم تطور حقوق الإنسان وتغيره إضافة إلى ذلك إلى تغير مفهوم السيادة في القدم كانت سيادة الدولة مطلقة قديما كانت سيادة الدولة مطلقة أما الآن نحكي عن السيادة المسمية أو السيادة المقيدة أو السيادة القانونية والمصطلح الأكثر دقة اللي هو السيادة القانونية بمعنى أن الدولة تبقى صاحبة سيادة وسلطان ما بقيت محترمة لمواثيق الدولية التي التزمت بها وإن شاء الله راح أحكيها بالتفصيل طبعا راح تعرض أهم المواثيق الدولية والمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان راح أتعرب اللي هي ابتداء اللي هي النقطة الثانية الشرع الدولي ثم أبني عليها ممكن مر على معاهدات اللي هي معاهدات الفيات المحمية اللي هي سيداو اتفاقية القضاء على كافة أشكال التنميز ضد المرأة ممكن مر على اتفاقيات حقوق الطفل للمثال لا للحصب للمثال لا للحصب بتوضيح دور هذه المواثيق في تعديل القوانين الموطنية بمعنى تعديل القوانين الوطنية اللي بنسميه إحنا المواءمة التشريعية الموامة التشريعية إيش إنها الدولة تستحدث أو تلغي أو تعدل قانون من قانونها الوطني اللي يتلام مع المواثيق الدولية بمعنى في دول ما لم يكن هناك مثلا للمرأة حق المشاركة السياسية مثلا لم يكن للمرأة حق المشاركة السياسية انضمت لها سيداو سيداو بتنص على جواز أو يجب حق منح المرأة اللي هي المشاركة السياسية شو المشاركة في الحياة السياسية؟ منتخابها وترشيحها وبنانا علي بدنا نعدل قانوننا الوطني إذا ما في عندنا قانون بدنا نحط قانون إذا في قانون بمنع بدنا نلغيه زي مثلا هلا عندنا بالأردن انضمينا لسيداو كان عندنا بالأردن لا يجوز للمرأة أن تحصل على جواز سفر دون إذن الزوج هلا لأن لا تستطيع المرأة أن تحصل على جواز سفر دون إذن زوجها هذا استجابة لفكرة اللي هي أنجازة للتعبير المواثيق الدولية طبعا إخواني المواثيق الدولية أو المعاهدات الدولية أو الاتفاقيات الدولية كلها نفس المسميات كلها نفس المسميات لكن بعض الكتب بيستخدم مواثيق بعض الكتب بيستخدم اتفاقيات بعض الكتب بيستخدم معاهدات والسمى الغالبة على تات الشرع الدولي بالذات عندنا العهدين الدوليين العهدين هم عبارة عن اتفاقيات عادية ما بيختلفوا عن اتفاقية عامة ولكن اتفاقيات جماعية أو شارع ثم رح نحكي عن المعايير الدولي لحقوق الإنسان ثم طبعا وهم شيء المحور الأخير اللي رح أحكي فيه عن القانون الداخل لأنه إذا ما فيه تطبيق لحقوق الإنسان في القانون الداخلي نبقى أمام حبر على ورق أو كلام جميل كلام شاعري من حق الإنسان والآخري لكن إذا لم يتم وضعه في القانون الداخلي لأن هذا الشيء الذي سوف يتم تطبيقه كهذا الشيء اللي رح يتم تطبيقه على هذا الإنسان